نرجع لأخبارنا يمكن عندنا خبر يخص لسكواش بتعرف لعب النادي لعب النادي الاهلي مصطفى عسل والمصنف رقم 14 العالم كان بيلعب بطولة بلاك بول الحقيقة لما يتوفق في قابل النهائي خسر من علي فرج من أحد المصنفين الأربعة ده مصطفى عسل طبعا لعبنا لعب النادي الاهلي واللي عنده 21 عام ما تمهمش لسه فاس بالمركز الثالث الحقيقة بعد طبعا ما طلع في دور قابل النهائي قدام علي فرج اللي فاس بالبطولة فارس دسوئي المصنف رقم 13 عالمين خقيقة الفاينال أو اليوم النهائي حضروا الدكتور أشرف صبحي وده الحقيقة بيدل على اهتمام الدكتور أشرف صبحي بهذه اللعبة وكمان عايز أقول لكم أن المشروع القومي للموهوبين للسكواش واللي طبعا الرأسه كابتل أمير وجيه الحقيقة بيبلي بلاء حسن يعني يمكن لعبة السكواش كتلعبة ولادي الزوات ولكن بع هذا المشروع ستكون هذه اللعبة في متناول يد جميع المصريين والحقيقة اللي بتتبنىه وزارة الشباب والرياضة الحقيقة تلعبت مطشط النجالي الأول مطشط السيدات تتلعب بعد كده الحقيقة كاميرا الأبطال انتقلت إلى أرض الملعب أو البطولة عملت لقاء مع مصطفى عسل أشوف ورجع لحضراتكم تاني طبعا في الأول المبسوط أوي 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 أنتوا هنا النهاردة بجد دعم تبير من نادي الأهلي وكانات نادي الأهلي ناية تكون معايا النهاردة لحاجة عظيمة جدا ويعني هي دي الروح صراحة أنا أقول لك المطش هو روح روح الجمهور اللي فوق ده وبرضو يعني كل اللسكوش بتاع نادي الأهلي كان موجود فإن أنا أقدر أكسبه هنا كمان كانت حاجة عظيمة لي تاني وكنت كسبه في الأهرام والله هي دي الجمهور هي الروح دي هي اللي بتخليني أطلع وأوصل وأكسب حمد الله لا والله الحمد لله طبعا يعني إحساس يعني في الأول لما كنت خسران قلت لأ أنا أرجع تاني يعني الجمهور زعق لي شوية فوقت شوية قمت لأ الحمد لله وصلت إلى أنا عايزه في الآخر ماتش كان طويل جدا عملت تقريبا أكثر يعني ريالي واحد قعد خمس دقيقة ما حصلش عندنا في السكوش بس الحمد لله والله فعلا مبسوط أبو الجمهور النهاردة هو الشيء الأساسي ومبسوط أن أنا شفتكم النهاردة ومبسوط أن كانت الأهلي معايا النهاردة أنا عايز أقول لكم يعني كلام مصطفى عسل نفسه أن إحنا لما كانت طبعا كاميرا الأبطال هناك وبتسنده وبتغطي طبعا مشاركته هو سعيد جدا أنا بس عايزة يعني أخليكم تاخدوا بالكم من حاجة هو لابس تشيرت النادي الأهلي ولابس تشيرت النادي الأهلي عليه لجوة النادي الأهلي في بطولة هو بيمثلها بشخصه فده دليل كبير جدا على الانتماء ومصطفى كان ضفنا هنا في حلقة من الحلقات كان هو والده والحقيقة يعني شفنا ناشئته وشفنا إزاي هو غير السكواش بشكل يعني دراماتيكي هو ما كانش مخطط له نلعب سكواش خلاص كان هلعب كورة قدم عشان عمه كان مداري بكورة قدم ولعب السكواش وتحول يعني خط سيره تماما ومستقبله تماما لغاية ما بقى بطل كبير زي ما حضركم شايفين مصطفى عسل في المركز الاربعتاشر أتصور أنه بعد البطولة دي لا هيخش في أول تمانية لأنه كل ما بيكسب كل ما بياخد نقاط وخلي بالكم أنه طبعا عشان يحقق إنجاز زي دا أو اللعبة المصريات حق إنجاز زي دا في البطولات دي بيبقى في منتهى الصعوبة عشان كورونا ما فيش مشات ودية ما فيش تدريبات جماعية بشكل كبير فالدنيا مقفولة مش قادرين يتمرون تمرينهم الطبيعة ومع ذلك أبطلنا في كل مكان والحقيقة لسه عندي أخبار هتخليكم تفخروا أكتر بالرياضة المصرية وهتشوفوا قدية طبعا معالي الوزير الدكتور أشف صبحي راجل يعني بيدعم الرياضة بشكل كبير ومتواجد وحاسس بكل نبض الرياضيين وهوريكوا إنجازات حصلت بقى احنا قلنا بيجرامي في الأول خاد ميستر أولمبيا وقلنا أن الدكتور أشف صبحي هنع على صفحته فيه إنجاز كمان جاي الحقيقة مصر كلها تفخر به ولكن مصطفى عسل ابن النادي لأحنا بنفخر بيك مصطفى وإن شاء الله متابعينك ونتمنى كل التوفيق ليك ونستنى آخر أبديت للاتحاد الدولي عشان نعرف الرانك بتاعك وسل فين ونبدأ الوراغ لغات إن شاء الله ما تبقى رقم واحد على العالم كلها مصطفى